بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مجموعة اوامر كويسة جدا هنتكلم عن امر لست هنتكلم عن التوتل اريا هنتكلم عن الريجون هنتكلم عن الماس بروبيريتز خلونا نبدأ بسرعة كل ده انا عايز اوصل لحاجة معينة ازاي تحسب مساحة حيك ازاي تحسب مساحة حاجة زي ما قلت لك تعالوا مثلا مثلا تعالوا كده نشوف مثلا الخط ده كده اهو تعالي مساح ده عايز اجيب مساحة المربع الجميل ده او المستطيل الجميل ده انت هتقول بمنطهة البساطة انك تروح بمنطهة البساطة اهو تجيب الطول ازف تجيب العرض عرض كام 21 وبعدين تجيب الطول 29 و7 من 10 وتضرب اللي تنفو بعد يديك المساحة تمام ده بمنطهة البساطة عايز اجيب مساحة ده الشكل ده تقوم تعمل الطول في العرض ادو الطول كام ادو 10 في 13 يبقى 130 متر مربح ده بمنطهة البساطة المساحة طب اقول لك ما في حاجة احسن من كده مش مانت الحاجة الاحسن من كده اللي هي ايه قلو list l i امر list l i وتدوس enter يقول لك select object قلو نعايز اجيب مساحة الشكل ده علم عليه اهو وتدوس enter يقوم جايب لك يقول لك لقيت اول حاجة تبصي لها اللي select object one for one يعني لقيت حاجة واحدة بس لقيت حاجة واحدة بس اللي هي ايه اللي هي المستطيل طيب المهم الارية بتاعته بكام يقول لك الارية بتاعته ب623.7 والبرامتر ب101 و4 يبقى اولا كده جاب لك ايه جاب لك البرامتر وجاب لك الارية طيب تعالوا نطبق الكلام ده هنا هنا احنا قلنا المساحة ب130 وقلنا المحيط ب13 و13 يبقى 26 26 و10 و10 يبقى 20 يبقى 46 تعالوا نطبق الكلام ده ايه اهو ايه ده امره list ونقول له هنا اهو انا عايز دي شوف شوف تحت اهي one found تحت اهي ونقول له اوكي ونح جاب لك هنا اهو الارية ب130 والبرامتر ب46 زي ما احنا حسبناها بالزبط طيب تعالوا نشوف حاجة تاني شايف الشكل الجميل اللي احنا جبنا ده طعا نفجره هو مرسوم هنا كده اه بولي لاي يعني كل الخطوط مرتبطة ببعضية يعني كل الخطوط مرتبطة ببعضية يعني لو علمت على اي حتة يعلملي على المستطيل كله هنا بقى انا فجرته خلت كل واحد خطت الواحدة لما جا اقول له امر واجع اه لا لازم ان بقى اعلم على كله اهو وبعدين بعدما علم على كله برضو ما يجيب ليش ولا اريا ولا يجيب لي اه ولا يجيب لي ولا يجيب لي اي حاجة ولا برامعة لانه هو انت بتجيب له الليست بتاع الاربح خطوط اهوا اهوا قال لك الخط الاولاني الخط التاني ده بتاع الديمينشن اه 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 جيب bowel اعجيب لك الحيات جيبهم لك على اسنهم اربح خطوط جيب لك الاجزي بتاعتهم والزي فانت تروح تقول له دي ان دي عام كده دي انا عايزة اربطها لي مع بعض مساحة اعملها لي بولي لين عشان انت تفهمها ان هي مساحة بامري جوين جي اهي امتر جوين كده هو خلاص خليها لي مساحة فبالتالي تقدر تطبق امر لست عليها وتجيب المساحة والبرامتر بتاع طيب اهو تعالوا نشوف حاجة تانية تعالوا نطبق مثلا على الاعمدة انا عايز اجيب مساحة الاعمدة دي هتقول لي عايز تجيب مساحة الاعمدة بتاع الشكل ده يقول لك تعالوا بس تصبر معي بلاير ايزوليت زي ما تعلمنا مع بعضينا تعلم له على الاعمدة بس اهي يوم هو جيب لك الاعمدة بس وقال للحاجات التانية مشي يعني مشى اي حاجات تانية اقوم علم عليهم وناخدهم كوب كده في حتة بعيد اهي اهو تعالوا نطبق مع بعضينا نعمل لاير ايزوليت نظهر لي بقية الحاجات ادي كده دي الاعمدة بتاع واحد اقول لي انت عايزة مش مواندس تجيب مساحة الاعمدة دي ليه اقول له صلى عن نب الاعمدة دي كلها كم في كم احنا كنا حاسبينها كم في كم 25 في 50 على ما افكر يعني ارتفاع الدور كام؟ مثلا عندك ارتفاع الدور مثلا 82 82 من وش من بطن البلطة لتحت الوش البلطة اللي تحتيها 228 تقول له هاتي المساحة بتاع الاعمدة كلها واضربها في 28 كده من انت جبت حاصر الاعمدة في دقيق يعني تجيب حاصر الاعمدة دي كلها دي كده تجيب مساحتها مساحتهم نطلعوا رقم اربع ما sex اربع متر مرب اضربهم في 228 يبقى دي حاصر الاعمدة بتاحتها هتقول لي تبه يا كنت مستهلة Bruno ده كله ده مش مستهلة بس انت لما يكون عندك مثلا مول زي اللي انا شغال فيه فيه مثلا فوق كله 400 عمود هتعمل فهم ايه لازم ان تستخدم الطرقة دي يعني تقوم تقبله المساحة بتاعة الاعمدة كلها دي وتضربها في الارتفاع السابل بتاعة الاعمدة كلها يقوم جايب لك ايه يقوم جايب لك حصر الاعمدة كلها طيب تعالوا نطبق امر لست على الكلام ده نقول له ونقوم نعلم هنا كده ونقول له انت جاب لك المساحة بكام يا باش مهندس بو بوينت واحد اثنين خمس الله الكلام ده اكيد غلط ده يعني مش احتمال انه هيكون غلط لا الكلام ده كله اكيد غلط ليه ما احنا اهو بمنتهى البساطة جبنا امر لست وضمنا محددين الهالومة دي كلها دي اهو قال لك المساحة علامة واحد اثنين خمسة ما اقول كل المساحة دي اه كل الاعمدة مسحيتها الرقم الصغير ده بات والبرامتر بتاعها واحد ونص للاعمدة كلها لا الكلام ده وش غلط يعني طيب ليه بقى هقولك ليه تعال انطبق امر لست تاني وانحدد عمود واحد هجاب لك نفس الرقم يبقى هو انت لو حددت العمدان كلها يجيب لك مساحة عمود واحد لو حددت خمسين اريا يجيب لك مساحة اريا واحد يعني لو انت حددت له مساحة الاريا دي اهو انا عايز الاريا دي مع الاريا دي اللي تنضل مع بعض يجيب لك واحدة فيو ما يجيب لك كلهم اهو يجيب لك واحدة فيو ليه بقى يا باش مهندس امر لست ما بيشتغلش على حاجة واحدة بس يعني تحدد له حاجة بالكتير كده هو هو اخر كده يشتغل على حاجة واحدة بس طيب لو حددت له حاجة كتيرة يقوم دحك عليك ويجيب لك برضو حاجة واحدة طيب يبقى في الحالة دي في الحالة اللي احنا فيها دي مش عارف استخدم امر لست فحاصن الاعمة طيب عايز طرقة تانية ديني طرقة تانية لأ هقول لك انا هديك طرقة طيب تعاني استخدم الطرقة الاولانية الطرقة الاولانية اسمها ماس بروبيرتز اكتب امر ماس اهو ماس بروبيرتز اللي جابها في الاول دي احنا وبيقول لك سيلكتو اوبشتك تعت الحاجة اللي انت عايز تجيب البروبيرتز بتاعتها وتضس انت الله ما جاب ليش حاجة لان امر ماس بروبيرتز ما بيشتغلش على حاجة معمول لها ريجون ريجون يعني ايه انا شرحت الكلام ده قبل كده تقوم هنا كده وتروح ده ريجون اهو تقوم ريجون اهو تقوم تقول لها انا عايز اعمل ريجون يعني اخلي الحاجة دي بدل ما هتبقى فلاد تبقى مجسم اقول لها انا عايز اعمل ريجون للخطوط دي للاعمة دي اعمل لها ريجون اعمل لها ريجون ليه عشان اعرف استخدم امر ماس بروبيرتز عليها عشان اعرف استخدم امر ماس بروبيرتز واجب الخصائص بتاعتها خلي بالك انا علمت على الاعمة ده كلها ايه لاحظت ان اللون بتاعها اتغير من اللون السيان لللون الاصفر ليه لان انت لما بتعمل ريجون لحاجة بتتحول من اللون اللي كانت بتتحول من اللير اللي كانت عليها للليار القرنت اللير القرنت دلوقت حاليا اللي هي اه اللي هي دي 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 يقوم نقل لك اللير الاعمدة دي من اللير اللي كانت عليها بتاع كولم للليار الجديد وده الاحسن ليه لان انت مثلا ممكن يبقى نسيت عمودي هنا ولا حاجة يقوم هو نبايا لك ان الاعمدة كلها باللون الاصفر والعمود ده باش مهندس انت نسيته انت نسيت العمود ده وبالتالي انت لو ما خدتش بها لك هتروح تحصر وتنسى العمود والعمود مش هيتعمل معاك فالحسر بتاعك هيطلع غلط فانت قبل ما تعمل ريجون روح خلي اللير قرنت اللير تاني غير اللي انت شغال عليه وبلون تاني عشان لما تنسى عمود ولا حاجة والعمود يقع منك في النص وانت بتعمل سيلكت كده نسيت تختار العمود ده يوم هو يلول لك كل العمدان اللي اتعاملت ويسيب لك العمود اللي ما تعملش فانت تاخد بالك فتروح تعمل ريجون للعمود اللي ما تعملش عشان بعد كده لما تعمل ماس بروبيرتز اهو ماس بروبيرتز وتختار يقوم هو جايب لك الحسر بتاعك مصبوك شايف الاريا طلعب بكم واحد خمسة وسبعين احيان والبرامتر طلعب واحد وعشرين تمام مش مهندس بعد كده التوتل اريا بتحتك تقوم تضرب التوتل اريا دي في كام تقوم تضربها في ارتفاع العمود واليقون اتنين وتمانية من عشرة يقوم عطيلك تكعيب الاعمدة كلها تمام يقوم عطيلك تكعيب الاعمدة كلها تعال نرجع بقى نعمل حاجة كده بعد الاعمدة تانية اها يبقى انت كده امر لست تعرفت عليه امر ماس بروبيرتز وريجون تعرفت عليه ناخد بقى اخر حاجة اللي هو لزب فاكريني التوتل اللي انست على المحاضرة اللي فاتت هنا برضو فيه توتل اريا من غير بقى ما تعمل ريجون ومن غير ما تعمل ماس بروبيرتز التوتل اريا ده امر مش موجود في الاوتوكاد انت تروح تحمله اللي هو شكله بيبقى عامل ازاي شكله اها في التوتل اريا اختصاره بيبقى تي اه دي دي تي اه دي دي اللي هو اللي بنقصه تروح تفتح الاوتوكاد اها تقوله تولس لود ابليكيشن اها وتقوله التوتل اريا تدور عليه طبعا في المكانة اللي انت حافظ منه فيه اها حافظه فيه وتقوله total area اهو تحمله يقولك انت عايز تحمله ايوه الاختصار بتاعه تي ايه دي دي وتقوله load اهو وقلوز وعنين تكتب تي ايه دي دي وتقوله enter اهو هو حتى هنا يعني ما بيالكش حاجة من الامر اشتغل بس انت لو روح تحددت كده الامر ده امر يبيشتغل معك على طول لدرجة اني نافذ ده ما بقعبش حوش على ما بقى في الجهاز وافتحه يقولك ان total area اهي واحد كمسة وسبعين وال total parameter اهو تمام تقوله ماشي شكرا اهو كده عرفت total area وروح يقفل دي مجرد ما تختار حاجة تانية يجبها لك على طول اه دي طبعا عشان مش معمول لها مجرد ما تختار حاجة تانية اهي يجبها لك على طول اهي هبتختار حاجتين اهجب لك total area بتاعتهم اهو وهكزه انت طول ما انت شغال حتى دي ما بعرفش اشي لها فباجي هنا كده هو جام خباها تحت هنا كده تبقى ده كان امر total area اه اه اخدنا الاول امر list اخدنا اه امر اه 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 وخدنا region وخدنا total area اه ان شاء الله نتكلم عن حجم هم المحاضرة الجاية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة